السلام عليكم معينا النهاردة فكرة بسيطة جدا وسهلة جدا وتقدري كده تنفذيها وتغيري اي حاجة عندك وتعمللها اعادة تدوير لحاجة تحفة جدا وتنفعك كتير قوي وتحولي كده حاجة كنتي ممكن ترميها لحاجة تستخدميها وتنفعك كتير تبعي بقى معايا الفيديو للاخر متنسيش كمان لايك للفيديو وفي البداية كده عندي كده مكتب او زي ما شايفين كده ترابيزة بس شكلها طبعا مش حلو متقشرة وكمان قديمة فبدل بقى منرميها نعمل لها اعادة تدوير ونخلي شكلها يبقى حلو وشيلت كده كل حاجة من عليها وبدأت مسحها بفوطة زي ما شايفين كده اول حاجة مسحتها كلها وبعدين هدهنها انا هدهنها كده باللون البنك او الروز ده والدهان ده دهان بلاستيك بتاع الحوائط عادي جدا استخدمته كده مع الخشب بس طبعا افضل حاجة مع الخشب تستخدميها هو لك ايه بس انا دول كده كان عندي متبقيين فانا استخدمت كده الموجود عندي وبرضو كان شكله حلو جدا وقدى الغرض يعني الغرض كده من الفيديو ان احنا ممكن نستخدم اي حاجة موجودة عندنا ومنكلفش نفسنا خالص يعني بابسط الامكانيات بتغيري او بتجددي وبيتبع منه كده علب كده صغيرة ممكن تجيبي كده علبة صغيرة وتدهيني بيها بتغيري بقى بكل سهولة وبساطة استخدمت بقى كده الفرشة او كمان ممكن تستخدمي رولة صغيرة بتدهيني بيها كده زي ما شايفين وانا طبعا كده بدهن وش اول يعني لازم كده تدهنيها الوش الاول يعني تاخد كده طبقة اولة وبعدين تسبيها تنشف وتدهنيها كمان وش تاني او طبقة تانية وهخلص بقى كل الترابيز لكده او المكتب ده من جوة ومن كل حتة فيه هدهنه كده كويس جدا وكمان هو فيه درج برضو صغير هدهنه يعني مش هسيب كده جزء الا وهنغطيه كده بالدهان انا طبعا خلصتوا كده كله وده كده الوش الاول بتسبيه الاول ينشف كويس جدا وطبعا الدهان البلاستيك مش بياخد وقت بينشف على طول وبسرعة وهنبدأ بقى نديه وش تاني او طبقة تانية من الدهان وطبعا الطبقة التانية دي بقى بيبقى بتظهر شكل المكتب او شكل الحاجة اكتر وبتبقى كده مظبوطة قوي ممكن كمان تديها وش تالت لو لقتيها محتاجة وده كده الشكل النهائي للمكتب بقى تحف جدا زي ما شايفين شكله حلو قوي وتغير جدا تقدري بقى تعملي اللون اللي تحبيه والالوان تفتحة طبعا زي ما احنا عارفين كده ان هي بتنور وبتفتح كده المكان وبكده نكون عملنا تغيير وتجديد باقل الامكانيات والتكاليف وعملت حاجة حلوة جدا او اعادة تدوير لحاجة كانت ممكن تترمي او شكلها مش حلو اتمنى يكون الفيديو عجبكم وشجعكم كده انكم تغيروا وتجددوا باقل التكاليف والامكانيات ما تنسوش بقى لايك للفيديو وكمان اشتركوا في القناة وفعالوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد واستنوني الفيديوهات جيدة ان شاء الله سهلة وبسيطة واسبكم في رعاية الله سلام عليكم